شهاب في الفاصل الالي اقتراح حلو اوي هيقوله بسرعة عشان انا فضيلي دقتين ديها معا وديها معا جيمش بما اننا كنا بنتكلم عن المدرب المتخصص وقدي النادي الالي محتاج مدرب متخصص فانت كان عندك واحد من اساطير اللعبة داخل القارة الافريقية ومع نادي الالي هو فلافيو هو واحد متخصص لخط الهجوم مفيش ما يمنع نادي الالي يجيب لعيب زي فلافيو او مدرب زي فلافيو دخله جوه الجهاز يبدأ يشتغل مع المهاجمين بحيث استدريبية خاصة ان هو يشتغل بعد المران مع كل المهاجمين يطور التحركات نفسه بتاعة اللعيبة خاصة ان انت عندك مشكلة في عملية ضربات الرأس من المهاجمين انت اللي بيسجلك كل الاهداف محمد عبد المعيم ياسر ابراهيم عمر السلالة وموجود فبعد احيان دي دكتراح مهم افشا الجزء بتاع افشا في التحولات اللي الاهلي ظهر بيها والشكل اللي ظهر بيه بعد ينزوله لو معنا الارقام بتاع افشا بيبينك قد ايه ان افشا هو اللعيب النموذج للمكان ده وان الراجل كان بيلوم نفسه تقريبا طول الشوت الاول لانا ليه ما بدأتش بافشا وده يمكن بعد نزول افشا هنشوف الخريطة الحرارب ملعيب موجود في كل مكان بيتحرك في كل مكان ملعيب بيسهل الامور على كل اللعيبة اللي معاها قورة عدد البصاب بتاعته انه عمل 35 تمريرة منهم 30 تمريرة صحيحة مما فيهم تمريرة لونج باص فبيبين لك قد اللعيب اللي يقدر يحافظ لك على ريتم الماتش ويحافظ لك على الباص ويقدر عملية التحولات ممتاز